اشتركوا في القناة الآن الفائز الذي معنا هو أخونا علي فأصحب العال على التذكرة الذهبية أمامكم طبعا هذه قالت أخونا علي طبعا الآن أنا بشحلة التذكرة الذهبية بما أنه فاز أمامكم طبعا ما بقدر أشحنها أمامكم بالضبط لأن برنامج التصوير يفصل أول ما أشتريه طبعا شرينا لأخونا علي التذكرة الذهبية طبعا فتحنا هذه ويلاحظوا تم التلقي التذكرة الذهبية طبعا ألف مبروغ لأخونا علي وحظ أوفر للباقية ولا تنسوا أني بطرح الدرعنا في كل فيديو بنزله ويدور على الدرع وبعثالي على مجموعة الفائزين وخلونا نكمل الفيديو طبعا المستوى 15 إلى الآن ما قد تحدد فيه موعد محدد يعني كموعد مؤكد إلا أنه بيكون في آخر السنة سواء كان بالشهر العاشر أو بالشهر الهدي عشر وممكن يكون بالشهر الـ 12 هذه الشيء الذي كان مؤكد أنه التانو بينزل بآخر السنة سواء كان بالثلاثة العشرة الأخيرة أو كان بآخر شهر من السنة طبعا هذا على ما تم تأكيده أنه على المستوى الخمسة عشر بينزل أما عن شكل المستوى أو أي شيء بيجي مع المستوى الخمسة عشر فهذا الشيء لم يتم تسريبه نهائيا حتى بواحد بالمئة طبعا فيه أشياء تسربت إلى الآن بس أشياء غير مؤكدة ولم يتم التصريح فيها سواء كان من الشركة أو من الجهات التي بتسرب فإلى الآن إلى هذه اللحظة ما فيش تسريبات مؤكدة نزلت على المستوى خمسة عشر إلا أنه بينزل في آخر السنة لكن في بعض التوقعات هذه جاعد من اللاعبين طبعا بعض التوقعات اللاعبين ممكن تكون صادقة لأنه في المستوى خمسة عشر بنشوف بطل جديد لأنه في المستوى عشر إحنا ما شفنا أي بطل أما من ناحية المستوى خمسة عشر فأكيد إحنا بنشوف بطل سواء كان البطل خامس أو بيكون بطل إضافي فيك تحذف في بطل وتطرح بدنه بطل ومثل ما ذكر معظم اليوتيوبرية هذا الخبر فإلى الآن هذا ليس خبر مؤكد ولكن هذا خبر شبه مؤكد ممكن يجي وممكن لا ممكن ما يجذيفون هائيا بطل خامس في المستوى خمسة عشر ممكن نشوف شيء أفضل من البطل ممكن يجذيفون لنا شيء جديد مثل ما عندنا الآن آلة الحصار وأيضا الجيش والتعويذات والدعم ممكن يجذيفون لنا شيء جديد بجانب هذه الأشياء بحيث تكون شيء فريد بالنوعة وممكن ما يجذيفون لنا شيء جديد ممكن يجذيفون لنا بس جندي عادي ممكن لا ولكن الشيء هذه مؤكد أنه على المستوى خمسة عشر بينزل في آخر السنة في آخر ثلاثة عشهر بالضبط متى في أي شهر ما فيش شيء خبر مؤكد بنسبة مية بالمية أنه بينزل في الشهر الفلاني أو غيره طبعا ما فيش أي خبر نهائيا عن نزوله بالضبط طبعا مدة شهرين إلى ثلاثة شهر ومدة كبيرة ممكن الشركة الآن تعلنها أنها ممكن تكون مثلا بصناعش صناعش مثلا فجاء شهر صناعش يوم صناعش وحصلت مثلا مشاكل بجوجل فما تقدر الشركة تنزل التحديثات في المتاجر غير مؤكد بنسبة مية بالمية فلما نراحظ يوتيوبرية أو الناس بيسربوا يقول لك ممكن التحديث يكون يوم الإثنين أو يوم الثلاثة فالآن الناس مش متوقعة متى بيكون التحديث الضبط ولكنه في اختلافات انه الشهر مثلا هداعش خلاص الشهر بيكون هداعش لكن في اليوم في ناس يحدد لك باليوم يقول لك مثلا اليوم ثمانية وعشرين هداعش فهذا غلط ما يصلش واحد انه يحدد إلا لما الشركة بنفسها تعلن انه بيكون في هذا اليوم وأيضا الشركة ما بتعلن انه بيكون في هذا اليوم بالضبط إلا باقي نصف شهر أو شهر بالكثير لانه ممكن يحصل اي شيء في الشركة حتى نفسها بتلغي التحديث وأيضا شيء إضافي المطور بنفسها قال لما توصل عدد المباني مئة مبنى الشركة بتفكر تدمج المباني مع بعضها طبعا المطور بنفسه ما هو ذي قال هذا الكلام وعدد المباني في الوقت الحالي اذي اجازة اصور فيها الفيديو مئة مبنى طبعا عددهم 100 ممكن نشوف التحديث ينزل في 15 تحديث دمج المباني وممكن ما نشوفها نهايا هذا التحديث إلا في المستوى 16 ولكن في نسبة كبيرة تؤكد انه ممكن المستوى 15 ينزل فيه دمج المباني لانه ما فيه أي بطل ولو نزل بطل لازم يكون ينزل دفاع جديد يكون الدفاع رقم 100 واعت او 120 بعدد المباني الذي يذوفوها في المستوى 15 او ممكن يضيفوا دمج للمباني لانه محتاجين ميزة جديدة في المستوى 15 اذا اضافوا هذا المستوى هذا الميزة في المستوى 15 تكون صراحة ميزة رهيبة واذا اضافوا اذا في المستوى 16 تكون ايضا ميزة رهيبة الشيء هذه متأكدين منا في هذه اللحظة انه المستوى 15 لم يتم تسريب منه اي شيء لا تصدقوا اي يوتيوبرية ينزلوا عليه اشكاله او اشياء بتنزل معاه او اي بطل لانه ما نزل اي تسريب نهائيا على المستوى 15 اشياء هذه مؤكد واكررها للمرة اخيرة ان المستوى 15 بينزل في اخر السنة اما عن نزل المستوى 15 او شكله كل الافكار التي كنت شفتمها في اليوتيوب كانت من مخيلة اللاعبين اللاعبين كان يرسموا اشكال مختلفة وكان ينزلوا على منتدى اليوتيوب او عفوا منتدى كلاش وكانت صراحة في اشكال صراحة حلوة وفي اشكال ما كانت اشكال بالعلوة ولكن في بعض الاشكال الذي فعلت ضجة كبيرة مثلا هذا الشكل تفعل ضجة كبيرة في اليوتيوب ولكن بالواقع شكل المستوى 14 بهذا الشكل وشكل المستوى 15 يكون هذا الشكل لا يوجد تشابه تقريبي بين الشكلين نلاحظ انه بين مستوى 13 و 12 لدي شكل متشابه باللون او الشكل اما عن المستوى 15 والمستوى 14 لا يوجد شكل متشابه بين الاثنين وشي اخير اضافي لو نلاحظ في المستويات انه في لون بياخذ مساحة ما يقارب 50 الى 75 بالمئة طبعا في بعض المستويات ممكن تلاحظ مثل المستوى 14 اللون الاصفر اخذ الى 50 بالمئة من الشكل الاصلي للمستوى 14 بينما في 50 بالمئة الوان اخرى مثل الاخضر والاحمر وايضا الاسود فلو نلاحظ ان هذا الشكل في اشكال كثيرة شهناها في اليوتيوب اللون افاتحة بدنيت اما الشراك. حبكم جميعا ومعا. سلامة.